موسيقى عدنا عليكم أعزان الطلبة لتكملة المراجعة الشاملة لمادة الكيميال السادس العلمي وبفرعه الأحياء والتطبيقي هناك أرقام تظهر أسفل الشاشة للاتصال لأي سؤال أو استفسار حول أي موضوع نحن حاضرين إلى للإجابة عليه علماً هذه المراجعة هي الجزء الأول الذي يتضمن مراجعة الفصل الأول الثرمو دايناميك والفصل الثاني الاتزان الكيميائي وصلنا إلى سؤال آخر أيضاً مشترك لكل الفرعين خلنا قرأه سوية والإجابة عليه إذن أعزان الطلبة سؤال 35 أحيائي وسؤال 28 تطبيقي وزاري دور أول 2017 وزاري دور ثاني أحيائي 2022 وزاري تمهيد تطبيقي 21 يقول إذا علمت أن نثال بالإحتراق كل من CO والH2 والكحول المثيلة CH3OH بوحدات الكيلوجول على المول ناطيني القيم احسب ΔHR0 باستخدام قانون هيس للتفاعل التالي المعادلة المطلوب عليه السؤال راح تكون معادلة الهدف هنا عزاء الطلبة الهدف معطى في السؤال لكن الحراريات لم تعطى نحن نكتبها ودائما تكون معادلة احتراق وللمادة المعطى في السؤال هنا المادة CO احنا تعلمنا كتابة معادلة الاحتراق نرجع للوراء قليلا أين نضع المادة المحترقة؟ دائما في المتفاعلات ويا أوتو إذا كان المحترق فلز أو لا فلز يطين أكاسي تلك الفلزات أو اللا فلزات أو بعض الغازات أما إذا كانت المادة المحترقة مركب عضوي هيدرو كاربوني مع الأوتو راح يطيني CO2 وأجتو أو وأوازن إذن الحراريات هي احتراق وخلني جي نشوف هاي الخطوات إذن كتبنا CO بالمتفاعلات ويا الأوتو نطاني CO2 وازننا المعادلة أجتو ويا الأوتو الطاني ما وازننا المعادلة عندي الكحول ويا الأوتو وانطاني CO2 وأجتو أو وازننا المعادلة من أوازن المعادلة بالنسبة أنه الأولى لازم الطرفين نفس العدد هناك ملاحظة رديناها إذا كانت المادة المحترقة تحتوي على الأكسجين أطرح الناتج منها وأوازن الباقي شلون تعال وياي هنا بما أن المادة المحترقة أكسجين اثنيا ناقص واحد بقى واحد مطول رقم فردي أخذ الواحد وقسمه على اثنيا ليش؟ لأن الأكسجين جزي أثنائية الذرة فلو اختصرت الثنيا ويا الثنيا اش بقى لك؟ واحد وهنا واحد مجموعة اثنيا وبالناتج إذن حلي صحيح الموازنة ضرورية أذا غلطت بالموازنة يعني السؤال راح منيدي فدير بالك الهيدروجين ويا الأكسجين نطاني ماء من أجاباوع الماء في جهة المواد الناتجة ذرة أكسجين واحدة لذلك أيضا راح أضرب الأكسجين للمتفاعلات بنصف لماذا ننى الأكسجين ثنائي الذرة لو اختصرت الثنيا ويا الثنيا بقى واحد أما الكحول كاربون واحد هذا واحد هيدروجين ثلاثة واحد أربعة نانا اثنيا بيضربناه بثنيا انتهي دور هاي الجهة تعالي علي من؟ على الأكسجين خلأ وضح الكياه أكثر اثنيا في واحد اثنيا وهاي اثنيا صار مجموعة نشقديا أربعة هاي الأربعة ازاي طلبه بما أن المادة المحترقة تحتوى على الأكسجين راح أطرحل أربعة منها وأنزل الباقي فأربعة ناقص واحد ثلاثة مطول رقم فردي بيضربت الأكسجين للمتفاعلات ثلاثة على ثنيا لو اختصرت الثنيا نوية الثنيا نشبقها لي ثلاثة زائد واحد أربعة وبالناتج أربعة إذن حل صحيح لذلك هاي حبينا نوضح طلابنا العزاء قبل الذهاب لتكملة الحل الآن نجي على الخطوات السابقة اللي شرحناها نبحث عن السي او بيا معادلة بالمعادلة الأولى وين موجود بالمتفاعلات بالهدف هم بالمتفاعلات مولاة واحد وبالهدف واحد شاكل له ننزل المعادلة الأولى كما هي وإضافة قيمة دلتا ايش ار أمام التفاعل أيضا تبقى على حالها وتنزل كما هي نبحث عن الهيدروجين بيا معادلة بالمعادلة الثانية وين موجود أيضا بالمتفاعلات لكن بالهدف أيضا بالمتفاعلات لكن مولاة اثنين إذن شاكل له ضرب المعادلة الثانية في اثنين وش يجري على المعادلة يجري على دلتا ايش ار الموجودة أمام التفاعل طلابنا هناك أرقام تظهر أسفل الشاشة يمكنكم الاتصال للاستفسار وهذا الكلام ادن شرحه أرجو أنه سجل ورقة وقلم ملاحظات ذهبية يمك علموا تفهم الموضوع والسؤال بشكل صحيح ارجعوا إياي نبحث عن الكحول بياه معادلة بالمعادلة الثالثة وين موجود بالمتفاعلات بالهدف بالنواتج مولاة واحد بالهدف واحد شاكل له نكتفي بقلب أو عكس المعادلة قلبناها خط الجمع اختصار المتشابهات من الطرفين للحصول على المعادلة النهائية ثم نجمع القيم وينتهي السؤال تعالوا إياي إذن اختصرنا المتشابهات نأتي سوية لنكمل باقي الحال عزانو الطلبة وألف عافية الدرجات الكاملة نتيجة المتابعة عكس المعادلة اختصرنا المتشابهات حصرنا على الهدف اجمعنا القيم والنتيجة النهائية سالب 129 كيل جول زين استاد هنا ليش ما خلينا كيل جول على المول خلوش ملاحظة هنا طلبة في السؤال ايجاد دلتا ايش ار نوت فتكون الوحدة كيل جول فقط اما عندما يطلب انثال بالتكوين القياسي او انثال بالنسبة ان التفاعل القياسي تبقى كيل جول بس التكوين كيل جول على المول فتنتبه للمطلب وحسب السؤال اذا ننتقل سوية الى سؤال اخر لكن هذا السؤال يقتصر على فرع الاحياء اعزان الطلبة وبعد ذلك ننهي الفصل الاول لننتقل الى الفصل الثاني سؤال تفاعليا هذا التفاعل الاول الاشارات موجبة والتفاعل الثاني الاشارات سالبة هكذا نوع من الاسئلة يحل بطريقتين اما شرط التسخين والتبريد اللي وضحنا او اقدر استخدم علاقة جيبس من خلال انه قيمة دلتا جي تصبح صفر والتعويض بين قيم دلتا اتش و دلتا ايس والتحويل والتبسيط نحصل على درجة الحرارة التي يحصل عندها التفاعل تلقائي فاذا كانت اشارة دلتا اتش و دلتا ايس موجبة نطبق شرط التسخين تي دلتا ايس اكبر من دلتا ايس واذا كانت الاشارات سالبة سوف نطبق شرط التبريد لجعل التفاعل تلقائي فاذا تعزيز الطالب حر الاختيار كل الطريقتين راح تكون صحيحة ويعطى الطالب درجة كاملة اذا تعالوا نشوف الحل اول خطوة فكرنا نحول دلتا ايس من وحدة الجول الى الكيلجول بقسمة المقدار على الف وطبقنا شرط التسخين كما مبين امامك اما الحالة الثانية طبقنا شرط التبريد ووضحنا العملية وهاي ايضا نكبرها طلابنا على مود توضح لهم الطريقة ومثل ما ناوهنا تقدر الطريقة الثانية نستقدم علاقة قبس انه دلتا جي تصبح صفر ونعوض دلتا ايش ودلتا ايس ثم بعد ذلك نجد درجة الحرارة التي سيصبح عندها التفاعل تلقائي اذا كان هذا السؤال عزائي طلبة متعلق بالفصل الاول وهناك العديد من الاسئلة الوزارية التي قد تكررت حول نفس الموضوع لو اخذنا بعض من هذه الاسئلة عندنا هذا السؤال الناقشة طلابنا العزاء ايضا تابع للفصل الاول قبل نهاية هذا الفصل وزاري دور ثاني تكميلي 2021 في التفاعل الاتي ناطيني كما مبين امامك حامض الفورميك اعطى سي او و اشتو او كانت قيمة دلتا ايش ار ناطينيها بالسؤال والتغير في الانتروبي ناطي احسب قيمة التغير في الطاقة الحرة القياسية للتفاعل عنده 25 سيليزي والضغط واحد اي تي ام وهل التفاعل تلقائي ام غير تلقائي هنا رح نطبق علاقة قيمة لكن قبل كل شيء نحول درجة الحرارة مثل ما شرحناها سابقا من وحدة السيليزي الى وحدة الكيلفن وبعد ذلك نطبق علاقة قيمة دلتا جي ار ناط تساوي دلتا اتش ار ناط ناقص ت دلتا اس ار ناط اذا علاقة كما مبين امامك لذلك اعزائي الطلبة اما ما يتعلق بالمطلب الثاني هنا يطلب ايجاد قيمة المطلب الثاني رح يكون بالشكل التالي اذا هذا المطلب الاول ننتقل سوية الى المطلب الثاني والعائد لنفس الموضوع لكن هنا سوف يتم تطبيق قانون المجموع لحساب دلتا جي اف لأي مادة من هذه المواد وحسب السؤال نأتي سوية بس هذه نكبرها طلابنا العزاء على متوضح العملية ودلتا اس لننساها لازم تكون بوحدة الكيل وجول على الكلفين في المول حولنا دلتا اس ثم بعد ذلك نأتي سوية الى تطبيق العلاقة مثل ما اشرنا الان نطبق قانون المجموع لحساب قيمة دلتا جي اف نوت للحامض كما مبين امامك اذا في هذا السؤال كان هناك مطلبين المطلب الاول يطلب ايجاد قيمة دلتا جي ار نوت واستخرجناها من علاقة كيبس والمطلب الثاني يريد طاقة كيبس للتكوين القياسية للحامض يا قانون اخذنا قانون المجموع لكن قبل كل شيء يجب الانتباه الى وحدة الدلتا اس انوه يجب ان تكون بوحدة الكيل جول على الكيلفين في المول او درجة الحرارة بالكيلفين قبل تطبيق علاقة كيبس ايضا كان هناك مجموعة من الاسئلة اعزان الطلبة وغالبيتها متكررة نأتي الى سؤال اخر لكن هذا السؤال عاد للفرع التطبيقي هنا التطبيق يعطى جدول خلي نشوف وزاري دور ثاني تطبيقي للتفاعل الاتي ناطين الكحول الاثيلي يحترق مع الاكسجين اعطى CO2 والماء بالاستعانة بالمعلومات الاتي ناطين جدول الجدول الاول يضمن قيم دلتا اش اف الجدول الثاني قيم الانتروبي جد دلتا جي ار هنا اعزاء طلب سلسلة من الخطوات قلب الذهاب الى دلتا جي ار نوت اللي هو من خلال قيم انثال بالتكوين القياسي يمكن ايجاد هذه القيمة قيم الانتروبي ايضا رح اطبق قانون المجموع اجد دلتا ار نوت صار عندي التغير في الانتروبي القياسي للتفاعل وصار عندي انثال بالتفاعل القياسي اذا من خلالها رح نطبق علاقة كيفس كما وضحنا في الدروس الماضية وانخلال الاسئلة اللي ناقشناها السؤال اخر اعزائي طلب للفرع التطبيقي كما مبين امامك يتعلق بقانون هيس وزارة تمهيد تطبيق الفين واثنين وعشرين جد انثال بالتكوين القياسي لغاز الاستيلين سيتو اشتو اذا علمت ان حرارة الاحتراق القياسية بوحدات الكيل جول على المول ناطين للهيدروجين وللكاربون وللاستيلين هنا في هذا السؤال مثل ما نواهنا لم يعطى لا معادلة الهدف ولا المعادلات الحرارية فاصل وبعد الفاصل نناقش هذا السؤال اشتركوا في القناة